موعدنا الآن مع وزير البترول دي المفاجأة اللي مخبيها لحضراتكم قبل ما نستعرض اسمه اي حاجة خلينا نفكر حضراتكم بمعلومات مهمة احنا عايشين ازمة كبيرة جدا في الطاقة سببها ايه؟ ان حقل ظهر اتسربت ليه المية لانه الرئيس سيئ الذك طلب منهم يفضلوا يعلوا الانتاج وصلوا لحد معين باز الحقل انخفض الانتاج قال للانتاج دخلنا في فجوة تحولنا من مكتفي ذاتيا الى مستورد في نفس الوقت ده بنستورد من مين؟ من اسرائيل كان الاتفاق غاز مسال عشان نصدره لاوروبا ونسيله في محطات الاسالة في ضميات وقتكو ما حصلش الكلام ده بدأنا نروح لاسرائيل ونقول لها محتاجين عشان الاستهلاك المحلي بدأت اسرائيل تتحكم في حقلاء ليفاثان ونركز في ليفاثان ده اوي وتمر تقلل الامدادات زاد انقطاع الكهرباء قفلت مصانع اسمدة زي ابو اير وسيل كريل وغيرها وموبكو وغيرها توقفت المصانع زادت اسعار الاسمدة زادت المحاصيل الزراعية زادت اسعار السلع الغذائية يعني اسرائيل بتتحكم دلوقتي في موضوع الطاقة يبا احنا عندنا في الطاقة مصر حقل ظهر اسرائيل ليفاثان وطمار المقدمة دي كانت مهمة اوي عشان نعرف مين هو كريم بدوي وزير البترول القادم قبل الوزارة كريم بدوي كان شغال مدير للطاقة في شركة شلم بيرجر العالمية والنشاطات الشركة دي في مصر كانت بتقوم على ايه كانت شغالة في حقل ظهر التطوير والمشاركة في عمليات الاستكشاف والانتاج في حقل ظهر احد اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط لكن في نفس الوقت شركة شلم بيرجر دي لديها انشطة متعددة في اسرائيل احد المشاريع البارزة اللي شاركت فيها الشركة اللي شغال فيها كريم بدوي كان حقل الغاز الطبيعي في نفاثان في البحر المتوسط وكمان تم منح شركة شلم بيرجر اللي شغال فيها كريم بدوي عقد لتوفير نظام قياس وتحكم لحقل لفاثان اللي بيشمل توفير صمامات ونظام قياس متعدد ومعدات تحليل الغاز الطبيعي وهو يعدى احد اكبر حقول الغاز في اسرائيل وبيقع في البحر المتوسط كمان الشركة بتاعة شلم بيرجر اللي شغال فيها كريم بدوي اللي اصبح وزير البترول المصري اللي كان شغال كمان في حقل ظهر بتشتغل في مجالات اخرى تتعلق بالاستكشاف والانتاج في اسرائيل وبتساهم في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة العمليات وضمان سلامة البيئة يعني ايه الكلام ده يعني احنا عندنا مشكلة في الغاز في حقل ظهر اللي كان شغال فيه شركة اسمها شلمبرج اللي كان مديرها كريم بدوي وعندنا مشكلة مع اسرائيل في حقل لفاثان اللي شغال فيه شلمبرج اللي كان مديرها في مصر كريم بدوي طب نعمل ايه احنا نجيب كريم بدوي يمسكه وزير بيترول خطة عبقرية خطة رهيبة جدا يعني والله يا صاح ما الخيوط كلهم لمسهم بعضه مش يمكن بعلاقاته بزميله في شلمبرج في اسرائيل يكلمهم يزودون ما هو سيسي بيفكر كده خلي بالك انت ممكن تستغرب وتقول ايه ده الله خرب بيوتك ايه ده دي خيانة انتو بتعملوا لا لا ثاني واحدة ثاني واحدة خد نفس عميق احنا بنتكلم على سيء الذكر يا عزيزي احنا مش بنتكلم على رئيس وطني ولا بنتكلم على واحد وطني اصلا ولا بنتكلم على واحد همه لما وارد الدولة ولا الدولة ولا انت ولا انا ولا اي حد همه الكرسي اللي هو قاعد عليه طيب انا عندي مشكلة مع اسرائيل دلوقتي بيلعبوني بكميات الغاز وعندي احراق جوه والكهربا بتقطع والسماد طبعا من ايه يا جماعة مين عندنا كان شغال في اسرائيل والله باش احنا عندنا شركة سماش لنبرج فيه واحد كويس فيها كان من الناس اللي شغالين في حقل الظهر حلو ده يعرف ناس هناك اه طبعا ده هم ما شغالين في نفس الوقت في ليفاثان وفي حقل الظهر الله طب ما حلو ده طب ما نجيبه هنجيبه نعمل به ايه يا فخامة الرئيس والله يكلم صحابه هناك يكلموا لنا الجماعة في اسرائيل يرجعوا الامدالات تاني انا لا استغرب ان اختيار كريم بادوي ده تم بالطريقة دي وانه سيء الذكر مقتنع فعلا ان الراجل ده بالشكل ده ممكن نولي حلاله او حاجة تاني تكون اسرائيل هي اللي جايبه انا مش من هوات نظرية المؤامرة وانا بقول لحضرتك دي مش معلومة انا بطرح معك فرضيات هو مش يمكن اسرائيل اللي جايبه ما هو الراجل شغال في ظهر اللي هو اصلا زيادة الانتاج فيه او اصلاحه او تطويره ممكن يخلي مصر تستغني عن اسرائيل مش كده؟ طيب لما يكون عندي واحد كان شغال في الشركة اللي هي في ظهر اصلا وهي نفس الشركة اللي شغال عندي طب ما انا من مصلحتي الراجل ده يكون وزير بترول يعني مصلحة مصلحة هناك مصلحة لاسرائيل انه راجل له علاقات يعني عن طريق الشركة اللي كان مديرها او مدير الطاقة فيها انه يكون في منصب زي ده لما هتفق معاه في حاجة ليه علاقة بالغاز لما هنتفاهم لما هنتغط والله فيه اخد وعطى فيه تاريخ ما بيننا فيه خاطر فيه فلوس فيه بيزنس فشكرا لشليمبرج اللي يعني انجبت لمصر كريم بدوي وزير البترول اللي عنده علاقات باسرائيل حاجة غريبة جدا وزير دفاع السعودية بتكرمه وزير مالية اللي مربت شغله وزير بيترول كان شغال مع شركة بتنقب في اسرائيل حاجة غريبة جدا احنا بنتعامل مع مرحلة مش عارفة وصفها بايه والله يعني انا فعلا والله بحكي وانا مش عايزة أقولك مصدوم لا مش مصدوم يعني وسائق الذكر تتوقع منه اي حاجة بس امر غريب احنا فعلا بنتعامل مع مرحلة غريبة تخيل معايا كده السعودية اسرائيل الامارات دي ليها وزير في الحكومة اسم وزير مالية ودي ليها وزير كانت مكرمها قبل كده اسم وزير الدفاع حاجة عجيبة ودي ليها واحد وزير بيترول كان شغال في شركة بتنقب عندهم على الراس فدي مصر دي الحكومة الجديدة لو حد قالك احكي لي عن الحكومة الجديدة قل له ثلاث حاجات احمد كجوك عندي شام طالعا بتاعته الامارات عب مجيد صقر السعودية مكرمها بقى وزير الدفاع كريم بدوي وزير البترول شغال في شركة بتنقب في اسرائيل دي حكاية الحكومة الجديدة اهو ده ينفع شورت والله الزملاء في السوشال ميدي اهو ثلاث حاجات ملخص الحكومة الجديدة لسيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي انها حكومة لدينا ثلاثة ممثلين لثلاث دول ممثل عن الامارات في وزارة المالية اسمه احمد كجوك ممثل عن السعودية في وزارة الدفاع اسمه عبد مجيد صار وممثل عن اسرائيل في وزارة البترول اسمه كريم بدوي شكرا خلصنا الحكومة